اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان الحديث ده أنا كل ما بسمع هذا الحديث دايما الناس أنا بسميه الحديث اللي بياخد منه الناس اللي على كفهم يعني فهو حديث في الحقيقة شديد الاكتمال تعالوا نقرأ الحديث ونشوف الحديث نقرأ الحديث مرة تانية كده ونشوف الحديث ازاي مكتمل أول حاجة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جيه كلمنا عن هذا الحديث قال ايه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ما المراد بدل هو مؤمن يبقى في خير من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحي أنه حياة طيبة يبقى في خير بدل وهو مؤمن فدي أول حاجة أول بداية أن أنت تكون دائما حريص على الخير وكل ما تكون مؤمن قوي كل ما يزيد الخير أنا بحب أقرأ هذه الفقرة من زي ما بيقرأها الناس الناس بتقرأ هذا الحديث وهو ده نور حضرت النبي أنه نور حضرت النبي لا يتوقف عن البركة والنور لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الفضل وجوامع الحلول لمشكلاتنا فلما نقرأ الحديث ايه يبقى الكل فيه خير فإذا أردت أن يزيد فيك الخير فكن مؤمنا قويا المؤمن القوي خير خير ده أفعل تفضيل وأحب إلى الله وزيك بأيه وأحب إلى الله من المؤمن الضعيث وفي كل خير يبقى أول حاجة يبقى الإيمان لا يأتي إلا بالخير ولكن إذا أردت أن يزداد إيمانك فكن صاحب قوة وكيف أكون صاحب قوة يا رسول الله احرص على ما ينفعك فقط لا وأنت تحرص على ما ينفعك عليك أن لا تكون تفعل هذا على مرادك ولا يصيبك الإحباط فماذا تفعل حرصك على ما ينفعك في بعض الأحيان الأشياء ممكن تكون صعبة وتقابلك معوقات فلما تقابلك معوقات تعمل إيه؟ واستعن بالله ولا تعجز طيب وإذا جاءت الأمور على خلاف ما أتوقع وإن أصابك شيء يعني شيء شوف شوف جمال الرقة وجمال التعبير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء يعني أصابك شيء ليس بحسن فلا تقل لو أني فعلت وكان كذا وكذا لو أنك أنت إيه؟ كنت عملت كذا وكذا ما كانش أصابك ده ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وما شاء فعل لأن لو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركك فإن لو تفتح وعمل الشيطان الحديث ده من أجل أنا عندي فيه مجموعة حديث كده اسمها حديث الاتزان هذا من أهم الأحديث التي تأخذ الناس إلى الاتزان وخاصة فيما نحن فيه دلوقتي الناس بتفتكر أن القوي هو اللي يقدر يواجه البلطجة بالبلطجة ونحن شايفين بلطجة الآن بتحصل فالناس فاكرين أن المؤمن القوي يتبادر لإزانه مع لطول قوة البدن فقط لكن القوة في كلامه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي تعني في أول معانيها قوة الإيمان لأن القوي تعود إلى الوصف السابق والإيمان يبقى القوي المؤمن القوي يعني وكأن وكأن الحديث يقول القوي الإيمان المؤمن القوي قوي الإيمان يعني أي قوي الإيمان يعني الذي إيمانه قوي راسخ لأن بعض الأحيان بيبقى كده نحن مقدمين الإيه الوصف ويبقى المقصود هو إيه هو تقديم الوصف على الموصوف يبقى قوي الإيمان من هو قوي الإيمان يبقى قوي الإيمان خير وأحب وعند الله من ضعيف الإيمان ده أول معنى ده المعنى المتبادر يعني يبقى الرجل القوي يعني الرجل القوي في رجلته جزء من الرجولة هي الأخلاق يبقى المؤمن القوي يعني القوي في إيمانه لأن المؤمن القوي في إيمانه إلا حاصل تحمله قوة الإيمان على أن يكون حيث أمره الله سبحانه وتعالى يحمله قوة إيمانه أنه يكون على مراض الله يبقى قوة إيمانه هي التي تفتح له باب أن يحيا تفتح له باب الحياة الطيبة ده يحيى في الحياة الطيبة يحيى في الحياة الطيبة بالإيه بالرحمة وبالخير وبالجمال يحيى في الحياة الطيبة بإيه بالثبات على المبدأ وما يزوه شوية أشياء بتحصل كده أحب يقول لي أنت بتعمل بأيديك كده شوية أشياء آية سيدي اللي قرى التاريخ واللي تأمل في الحياة يقول لي إحنا عشنا حاجات عشنا حاجات كتيرة يعني مش أنا بس عشان أنا سن متقدم بس أنتوا كمان عشتوا إحنا لسه من عشنا أحداث كتيرة جدا 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 وكثير من الناس كانوا بيناموا وما يحسين أنهم مش هيقوموا تاني لكن ربنا سبحانه وتعالى قوي الإيمان الذي يعرف أن الأكوان والإنسان ماذا عند مراد الرحمن فيش حد أي أن كان واحد بقى بيدعي أنه عنده قوة العلم والتكنولوجيا وأبا لا إحنا عندنا اللي فوق الأبا عندنا الله فإحنا ما عندناش ما بنتهزش من أي كلام لأي حد ده مش معناه عدم قوة الجسد على فكرة أنه إحنا ما نطلبش قوة الجسد لا طبعا قوة الجسد دي مطلوبة على فكرة قوة الجسد دي نعمة فإزاي ما نطلبهاش أن الواحد يكون قوي في جسده دي نعمة اسمها نعمة العافية ونعمة اسمها نعمة الصحة واللي حتى في البلاد البلد لما تكون قوية في جسدها يعني عندها سلحة أو عندها ده عافية دي لكن مش المعيار على فكرة الوحيد للقوة وده معناه مهم جدا لازم نفهمه أن معيار القوة مش القوة الجسدية بس مش القوة الجسدية بس وقول الجسد دي لوحدها ما تعملش إنسان راسخ ما تعملش رجم لكن تعمل إيه ممكن تعمل بلطجة وعشان كده احنا بنتميز في حياتنا وفي بلادنا هنا أن دايما القوة لازم تبقى فيها رحمة عشان تبقى القوة دي قوة إنسان مش قوة وحش احنا نحب الإنسان القوي المؤمن القوي مش الوحش في ناس بيفتخروا أنهم وحوش على فكرة الوحش ده ممكن الإنسان يسيبه بعقله بأي شيء بسهل الوحش ده ممكن الإنسان يسيبه لأنه بيفقد عقله كتير بتسيطر عليه القوة المادية ولا بتسيطر عليه وهم القوة المادية فتستطيع أن أنت تستاذه بسهولة فالوحوش في الحقيقة على قد قوتهم لكن الإنسان يستطيع أنه يتخلص منهم لما يتوحشوا يبقى القوة إن القوة ما زال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض لنا حاجة مهمة جدا جدا من معايير القوة إن القوة إن أنت تتحكم في انفعلتك وإنك تدرها كمان بشكل في حكمة وإسلام على مصر وإيه بالدير انفعلتها وكمان بالدير انفعلتها بحكمة وإذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرع إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب عشان إيه عصلي الغضب ده الغضب يستخدمه الشيطان ويستخدمه النفس الأمر بالسوء فإذا ملكت نفسك عند الغضب إيه اللي حصل رأيت مدد الله رأيت عون الله وهو بيعينك إن انت لا ينفلت حالك وعشان كده وجه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يبقى المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل واحد فيه خير لكن علشان محدش يتوهم إن حد من الناس إن المؤمن الضعيف لا خير فيه بل المؤمن الضعيف فيه خير فهو خير من غير المؤمن وهو بياخد لمعنى مهم جدا جدا الناس مهما كان فيها خير دورنا بس ان احنا نعرف ازاي نطلع احسن ما فيه يبقى كل الناس فيهم خير حتى لو كانوا ضعف ازاي بقى تطلع الخير فيهم علشان كده بقول التواصل هو انك تساعد الناس ان نتخرج احسن ما فيها وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير ممكن يساعدنا كتير في حل مشكلات مختلفة في علاقتنا لان كل ما تستثمر في علاقاتك كل ما كانت نجحة لكن الاستثمار لازم يكون ان انت عن بحث وتقييم فتخلي كل شخص في المكان اللي هو يقدر يبدع فيه انا ما رأيت شيء يجعل العلاقات منورة مثل استثمارة فكل ما شجعت الناس وحاولت تتخرج احسن ما فيهم وتمتني لوجودهم في حياتك وكل ما حاولت تعملهم باحسن ما عندك كل ما كانت علاقاتك منورة وعشت سعيد بينهم وتفتكر دايما وفي كل خير بعد كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يكمل وصيته النبوية الغالية وعشان كده ايه اللي حاصل احنا طول الوقت بنسعى وبنعيش ان احنا فينا خير والخير دوت بمدد الله وبنعمة الله حتى لو حد يقلنا انت فيك ضعف بقول له بس فيه خير وان الله سبحانه وتعالى يعظم هذا الخير كما يشاء فمحدش ابدا يقول لي يوهبني ان انا لو عندي ضعف ان انا خلاص ما بقيتش نافع لا 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 خالص حضرت النبي ابطل هذه العبارة حتى لو انت ضعيف حتى لو الناس في الامة دي يعيشين بر قوة التكنولوجيا مدام فيهم ايمان وفيهم حرص على انهم يتقدموا فيهم خير وربنا يمدهم ويوسع عليهم ويخليهم افضل ويخليهم اقوى الكلام اللي احنا فيه ده نقوله له حتى للدول حتى لو انت في دولة النامية الدولة النامية دي دي فيها ايه فيها ايمان بالله ايمان بمدد الله ايمان بعطاء الله يبقى خلاص فيها خير والخير ده وتقل لي حاصل الله سبحانه وتعالى يعظمه والزيك حضرت النبي يوجهنا بقى ازاي بقى نقدر نستثمر هذا الخير سواء كنت قويا او كنت ضعيفا انك تعمل ايه بقى انك تحرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز يعني ايه اكتر حاجة ممكن تشوفها في الحرس على ما ينفعك هو ترك ما لا يعنيه ده بيدخلك تحت حسن الاسلام زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويمكن انا قلت لحضراتكم قبل كده ان احنا بنعيش اكتر من 95% 6% بالتحديد من حياة الناس في حياة الناس وبنعيش حياتنا احنا 4% ليه طيب طول الوقت بنفكر في ما لا يعنينا طول الوقت بنتكلم على معنا يعني اسم على سبيل المثال انا بتكلم معكم تخيلوا كده لو ان انا كنت شاغل نفسي ان انا اسأل كل واحد شايفني دلوقتي هو بيشعر في ايه تجاهي فاجري اشوف قدي ايه كل واحد في في حضراتكم بيحبني زي ما انا بحبه ده مهلكة على فكرة ساعات من الناس بتعمل كده وفي حصله ايه يستهلك ففي اشياء لا تستطيع عليها فهي لا تعنيك وعلشان تحرص على ما ينفعك وتتجاوز العقبات لازم تستعين بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز علشان كده بقول لي احبابي دايما الانسان لا تتفجر في قلبه الانوار الا بالاختيار فانت اللازم تختار اما ان تعيش في الوسع في وسع الله او في ضيق نفسك الانوارة بالسوق فاذا استعنت بالله ولم تعجز عشت في الوسع واذا لم تستعن بالله عشت في ضيق نفسك الانوارة بالسوق في حولها وقواتها فعشت في هذا الضيق واذاك لما حد يقول لي بس الدنيا صعبة والاحداث بتوجع اه لان عارف ان احداث بتوجع افكر وقول له لا تعجز لان فيه كلام مهم جدا انت في حضرة من يملك كل حول وقوة ولا حول ولا قوة الا به سبحانه وتعالى خلي بالك ان الشيطان مش هيسيبك تفعل هذا الخير وتستعين بالله ويكون هدفه انه يلقي على قلبك ويلقي في قلبك اليأس خلينا نوقف شوي ومن اهم اشكال اليأس ان هو ييجي ويفهمك ان انت لن تستطيع ان تكمل الحياة وان الحياة اكبر من قدرتك ونوقف هنا شوي وان الاحداث خلاص بتقول ان احنا لازم نيأس وان الاحداث دي اللي بيموتوا واللي بتهدم بيوتهم خلاص عايشه ازاي ده حاتهم انتهت هو لو حسسك كده الشيطان والنفس الامرة بالسوق وكمان شركاء الشيطان لو فاهموك كده هم عايزينك توصل لليأس فلما توصل لليأس لا يستطيع الانسان ان يصل لليأس دايما نقول كده لن يستطيع الانسان ان يصل لليأس إلا إذا مر في طريق لم يرى الله فيه انسان ما بيوصلش لليأس إلا إذا مشي طريق لم يرى الله فيه سبحانه وتعالى لأنه لو رأى الله سبحانه وتعالى في الطريق لرأى الله يقول له الله لطيف بعباده لرأى الله يقول له أنه فعال لمن يريد لرأى الله يقول له أليس الله بكاف عبدة فإن اللي حاصل الناس دولة اللي بيحاولوا يحسسوك باليأس وإن خلاص الحياة ده مرت والحياة خلاص والناس دولة عن نمحيهم ما حدش يدر يمحي حد على فكر وأعلم أن الأمة يعني الناس لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك نحن في مدرسة يا سادة نحن في مدرسة يعلمنا الله سبحانه وتعالى الدروس يعلمنا فيها الدروس وعشان كده يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرك من أخطر مداخل الشيطان والنفس الأمر بالسوء وشركاء الشيطان فيقول لك حضرة النبي ولا تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يبقى حضرة النبي يعلمك بيقول لك ما تدبرش مع تدبير الله يعني أنتي تقول لي والله أنا عرض علي تدبير الله فوجدت أن النتائج دي نتائج غير مناسبة للسيناريو الذي أنا كتبته للحياة والعالم فلماذا يأتي الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر وكان من الأولى أولى على مين بها أولى على الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير يقول لي بس الأحداث وحشة أوي أحداث صعبة أوي ليه ربنا بيكتب الأحداث الصعبة دي أنا ممكن أجاوبك جاوبين الجاوب الأولاني ببساطة خالص هو أنت كيف بتسأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال وكأنك ترى أفضل من الله وكأنك تعلم أكثر من الله وكأنك أحكم من الله وكأنك بيدك الأشياء والله سبحانه وتعالى يدهم مغلولة حشاوة تعالى عن ذلك علوا كبيرة أنت إزاي بتسأل الأسئلة دي وفي ذهنك وانت بتكلم حاسس أن أنت الأعلم مع أن الله سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فأنت بتقول بس الحياة دي صعبة ومؤلمة صحيح دي صعبة ومؤلمة واللي حصل لهم الإيلام والصعوبة دي منهم من قضى نحبه فذهب إلى الله فوالآن في النعيم ومنهم من ينتظر فكان رجلا فكان رجلا وثبت على عهد الله سبحانه وتعالى فسوأ ده أو ده فهو في نعمة من الله ربنا أخرج مما ممن ثبت أحسن نفيه اللي هو الثبات يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت فهو إلا حاصل أخرج منه الله سبحانه وتعالى الثبات والذي رحل ربنا سبحانه وتعالى أخذه لي وكرمه أنت لازم تفهم المسألة دي فأنت اللي لازم تفهمه إيه بقى الثبات وهنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا منهج منهج مهم جدا في التعامل مع الإخفاق ومع الأشياء الصعبة اللي احنا نقدر نفهمها أنه لما تجي النتائج على خلافها وأنا فلازم نعمل إيه لازم نسلم الأمر لله على الدوام وبلاش الشيطان يستفزينا ويستنفذ قدراتنا في التفكير في الأشياء اللي فاتت لكن نركز على استثمار ما أتانا الله من النعم وعشان كده الإجراءات اللي تساعدنا على أن احنا نرجع أفكارنا دايما فهذا إجراء مهم جدا أنه لازم نرجع أفكارنا دايما ونتيقن أن كل فكرة توجعنا وتمنعنا من السير المريح في حياتنا هي محاولة أن أنفسنا الأمر بالسوق أن هي تستعبدنا عشان تحجبنا عن العيش في حمى الله وفي نعمة الله وفي فضل الله وفي لطف الله وفي كرم الله وفي رعاية الله وفي كفاية الله وفي كرم الله ولذا كان واجب علينا التوبة النصوح من الأفكار الموجعة المعيقة للسعادة والمعيقة للعيش في نعمة الله ولذلك تاني حاجة استعند مجنجات ربك ولا تعجز وقل اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بعين جمالك فتغسل قلوء عقولنا وبواطننا من سوء الأفكار وأن تقسم لنا من لطيف أنسك ما تنق به أفئدتنا من أشباح المخاوف والأخطار وأن تفتح علينا بالبساطة جنة البسط والتمأنينة واللطف والحنان كاملة الأنوار يا لطيفا لم تزل ردنا بما نزل واحفظ قلوبنا من الوجل بأنك معنا لم تزل هذا الدعاء اجعله دعاء في حياتك ومن أهم الأشياء التي فيها تكون قويا أن الديمومة والاستمرار على عمل الخير والعمران والترقي أهم علامة من علامات القوة الاستقامة والاستمرار لا تتوقف عن عمل بدأته حاول أن تتمم الأعمال لأن تمام الأعمال يريح البال ويفتح علي رؤية تدبير الله حياتي بالجمال استمر وما تقفش استعين بالله واستمر ولازم عشان أنا أكون فعلا مستعين بالله أضيف لحياتي كل يوم معنى يؤكد أنني مع الله خدمة للناس إضافة في حياتي كل ما أنا أعمل كده كل ما أكون بستثمر نعم الله سبحانه وتعالى وساعتها أكون مع الله وتذكر دايما الدعاء اللي احنا قلناه الدعاء اللي فيه تلك المنجاة اللي بننجي فيها ربنا سبحانه وتعالى ونقول له يا مولانا وهو هذا الدعاء الذي نريد منه سبحانه وتعالى أن يغسل قلوبنا وعقولنا من كل ما يسودها فنقول لمولانا اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بعين جمالك فتغسل قلوبنا وعقولنا وبواطننا من سوء الأفكار وأن تقسم لنا من لطيف أنسك ما تنقي به أفئدتنا من أشباح المخاوف والأخطار وأن تفتح علينا بالبساطة جنة البسط والطمأنينة واللطف والحنان كاملة الأنوار يا لطيفا لم تزل ردنا بما نزل واحفظ قلوبنا من الوجل بأنك معنا لم تزل يا رب العالمين أكرنا على الدوام بأن نستقوي بنظرك إلينا وبمددك النازل علينا فاجعلنا في كنفك وفي حصنك وفي الاستقواء بأنوارك وبركتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من أهل السبات في كل وقت وحين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة وتظل جسرا منورا مليئا بمدد الله سبحانه وتعالى ومليئا بنظر الله عندما نجتمع على مراد الله ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونجتمع على العلم الذي هو نور مده الله سبحانه وتعالى جسرا بيننا وبينكم يا رب العالمين اجعلنا دائما من أهل العلم الذين يطلبون الرضاك في كل وقت وحين أول سؤال وصلنا سؤال بيقول كلمنا يا مولانا عن وجبنا تجاه إخوتنا في غزة قلوبنا وجعانا والله من اللي بنشوفه طبعا بلا شك الإنسان اللي قلبه ما يتوجعش من اللي هو بيشوفه في الغالب لا يكونوا إنسانا ولذلك لازم أول حاجة نعلمها ولازم أول حاجة نعملها عشان نساعد إخوانا إن احنا طول الوقت نرب نفسنا وأولادنا على إن اللي بيحصل ده شيء لا إنساني لا علاقة له بالإنسانية لا علاقة له بالكرامة لا علاقة له بالقيم لا علاقة له بالعيش اللهم إني أسألك أن تنتقم من كل من كان يقدم شيئا في أذى إخواننا اللهم إني أسألك أن تجعل حفظك النازل على إخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين مدداً يحفظهم من أزى المؤذين المعتدين المجرمين الذين لا يعرفون معنى للإنسان ولا قيمة لدم إنسان هؤلاء الذين احتلوا الأرض وظنوا أنهم سيستطيعون أن يغتصبوا الأرض والعرض والله من ورائهم محيط أبداً مش هيحصل ده مش هيحصل ده هذه الأرض أرضنا ولن يستطيع أحد أن يهجر أهلها أهلها بالضبط هم اللي بيعطوها معنا أهلنا في غزة هم اللي بيعطوا الأرض معنا الأرض دي هم فيهم بينهم وبينها شيء زي كده العلاقة ما بين القلب والروح الأرض بتديهم المجد وهم بيدوا لها العيشة والمعنى فمحدش هيقدر أبداً يقضي عليهم ولا حد هيقدر يهجرهم ويفضلوا متمسكين بأرضهم وتفضل الأرض دي أرضهم وإحنا دوماً ما بحبش تعبير عن الفعلوم القباة دوماً هم في قلوبنا ومن يدعي لهم أن ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على عدوهم وينصرهم على المجرمين وينصرهم على اللا آدميين ينصرهم على الذين لا يعرفون كرامة لدم ولا قداسة للروح هؤلاء الذين لا يعرفون معنى الإنسانية فأول حاجة عن أعملها إن إحنا نربي أولادنا ونذكر أنفسنا أن ما يحدث هذا لا إنسان وأي إنسان يبرر بقى يفسر بقى إن ده ولا هذا لا يرضى به إنسان ولذلك المسألة البساطة خالص ما يفعله الصاينة هو نوع من أنواع ممارسة الوحشية اللا إنسانية الأمر الثاني اللازم لازم نقدم طب ما احنا بنقول كده ليه لإني تغييب هذا المنطق وهذا الفهم وهذا القراءة للأحداث لو غاب هذا المنطق وغاب هذا الكلام وإذلك إحنا في مصر طول الوقت متمسكين بأن هذا هذا عمل لا إنساني وحشي فلازم نقول الكلام ده ونقوله لأولادنا ونعلمه لأولادنا ونكلم ونقوله في كل حتة لإني إن إحنا نقول الكلام ده ده معنى من معاني المؤاذرة المهم جدا جدا الأمر الثاني لا نتوقف عن أي شكل من أشكال مساعدة إحنا مسرين على أن الإمدادات توصل لأهلنا في غزة ولا تظن أن هذا بسيط إحنا مسرين على أن كل من يمارس الإجرام يتوقف عن هذا الممارسة اللا إنسانية وبندعم ده وبنسعى إلى ده ونفضل متمسكين بده وأتلاقوا البلد الوحيدة والناس اللي بيصعوا في ده بكل قوتهم هو سيبك من الناس اللي بيزايدوا المزايدات دي هي نوع من أنواع الإجرام أيضا يعني المزايدة دي نوع من أنواع الإجرام إحنا لسه بنقول استعين بالله ولا تعجز ولذلك من حسن إسلامنا إن إحنا ما نلتفتش لهذه المزايدات ليه بقى؟ لأن إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه عارفين إحنا أقوية وبنساعد إخوان يبقى ربي أولادك على أن ما يحدث هذا لا إنساني وما تخليه تاني حاجة إدعم بكل ما تملك بمالك بعلمك بفكرك إدعم كل ده إدعم وخل وعنصر وإحنا دائما بنؤكد على أن هذه الإمدادات ستصل ستصل إلى إخواننا إن شاء الله وما أحد يستطيع أنه يمنع أن يوصل ليه وما أن يوصل ليه حاجة التالتة إن إحنا لازم نعملها إياك تحبط إياك تحبط إياك تحبط لأن أنت كل ما تتمسك مش بس بالأمل باليقين عايزين نفرق بس إحنا مش عندنا أمل إحنا عندنا يقين عندنا يقين إن رب العالمين لا يرضيه ذلك وأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في ذلك وأن الله سبحانه وتعالى يرى كل هذا وأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور وأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يعجزه وأن كل شيء بقدر واحنا نفسنا طويل نفسنا طويل ليه قالوا لما تتكلمون على أنكم أصحاب النفس الطويل لأننا عبيد الرب الجليل فاحنا عندنا هذا طول النفس ليس بأيدينا ولا بحولنا ولا بقوتنا طول نفسنا ذات من عند الله سبحانه وتعالى لأنه الواسع احنا عارفين أن الله واسع وعارفين أن النص مدد واسع وعن ذلك احنا لا نعجز لا نعجز يعني ايه هنستمر في ان احنا عندنا يقين وعندنا امل في رب العالمين لا يتوقف ولا ينتهي ايه ده يعني انت لما تشوف الاحداث دي وتشوف هذه المناظر ايه لا يحصل بتفضل اه بفضل على يقين من ان الله سبحانه وتعالى هنصرنا وان الله سبحانه وتعالى هيزيح كل هذا عن اهلنا في غزة رابع حاجة لا تتوقف عن الدعاء الدعاء سيف الله سبحانه وتعالى المسلول على الرقاب الظلمة على الرقاب المجرمين عليك ان انت تدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين لو انت شايف ان ده مش يكفي لا اعمله ويكفي لان الله سبحانه وتعالى قال اليس الله بكاف عبده يلا اكتهد وعيش ده ان شاء الله ربنا يكرمك كرم واسع السؤال اللي بعد كده بيقول يا شيخ عمر ابني سبني ومشي ومش راضي يكلمني ولا يرد علي وانا قلبي مأهور ونفسي اشوفه قبل ما موت ويشهد ربنا عمري في حياتي ما عملت فيه حاجة وحشة انا عرفت انه عايش كويس بس خايفة عليه من عذاب ربنا وانا عن نفسي سمحت والله طبعا واضح ان الابن لما ساب الام وهي واضح ان هي امرأة كما ظهر في اخر السؤال انه سابها وخلاص عاش لوحده ودي للأسف ظاهرة سيئة بدأت كتير تظهر في مجتمعاتنا وهي ظاهرة غير حسنة وهو الاستقلال عن اهل عن الاهل وعن الوالدين وبقينا كثير من الناس بيسعوا انهم يستقلوا عنهم ويبقوا علاقتهم زي علاقة الاقارب بس مش علاقة بالوالدين لا علاقة بالاقارب يزورهم في المناسبات يزورهم في بعض الاوقات وهذا ليس من تمام البر وقد يكون دوت من العقوق طب يقول لي احنا مختلفين عادي ما انت ممكن تعيش مختلف مع الناس موجودين معك في المدينة الجامعية في اماكن تانية حالة واحدة بس ان انت تحس ان انت هتأذيهم او تأذي نفسك او فيه ازة بالغ بيحصل كده فيه عنف شديد ولا مريع ولا ممكن يبقى فيه خطر على حياتك سعيدة تقتر تسيب البيت لكن لو انت عملت الكلام دوت من غير ما تعمل كده وتسيب امك قلبها يتوجع بهذه الطريقة مش من حقك مش من حقك ان انت تعمل ده يقول لي انا مش من حقك ان انا اسيب البيت وامشي اه لا مش من حقك ان انت ما تكونش بار بوالديك المسألة مش مسألة ان انت سيبت البيت فسيبت لهم غرفة ممكن يحطوا فيها حاجة لا انت سيبتهم هجرتهم هجرتهم وهجرت والدتك لدرجة ان هي مش عارفة توصلك فبتجيب اخبارك فبتقول ان هي عرفت ان انت عايش كويس انت ازاي قلبك مستحمل ده مستحمل والدتك تكون قلبها موجوع انت شايف ان انت احسن كده صحيح ممكن واحد يدوس على حد ويقهره ويحس ان هو بالنسبة له ده تنوع من انواع النصر نوع من انواع الراحة اهم حاجة ان هو يبقى مرتاح مش مهم اي حد تاني ممكن يتقهر انا اسألك سؤال هو انت لما تسيبهم ولما تسيب والدتك وتعيش لوحدك انت كده حسيت بذاتك والدتك دي جزء من ذاتك جزء من هويتك وانا شفت ان الناس فقدوا حياتهم بالمعنى الصحيح وبالمعنى القوي وبالمعنى الحقيقي لما تركوا والديهم فاصبح كل الناس بتتخبط واصبح الناس بتعيش بقى في كتير من الاحيين حاجة اسمها الاحتواء البديل يدور على حد يحتويه يدور على زوجة تقوم بدور الام او يدور على حد يصطاده ويعيش معا دور الام ويتلاعب به ده كله عشان ما عاش مع الام الحقيقية انا عايز اقولك حاجة اه انا عارف ان انت بتكلميني بتقولي اعمل ايه انا بعمل مكانك انا بكلمه بكلمه على انه هو كده ولا عزب الله وقع في كبيرة انه يعمل كده في امه ويعزبها ما ما حصل الله سبحانه وتعالى امرك ببر امك فاتق الله سبحانه وتعالى فيها وحاول ان تعود اليها يا اتعايز تشوفك قبل ما تموت يا اخي انت قلبك ازاي من تحمل ده ستأتي امك لتقف بين يدي الله وتشهد عليك بانك كنت جاحدا وانك كنت عاقا له فاتق الله سبحانه وتعالى فيها واقبل على الله سبحانه وتعالى من باب امك الذي هو الباب الواسع الذي قال فيه الله تعالى وقد ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان احسن لها السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور عمر انا متجاوزة من ست سنين زوجي وانا موظفين بحس انه عايزني انا اللي اصرف على البيت مع العلم انه شغال بس بيقول لي انه مرتبه قليل بقول لي شوف شغل تاني مش بيرضى واحنا عندنا ولدين والمسئولية بتكبر بحس انه اتكالي ومتكاسل اعمل ايه اول حاجة بس عشان نبقى المسائل الواضحة في بعض الاحيين بيكون فيه مفهومين موجودين فيما يتعلق بالنفقة في البيت فاول حاجة انت لازم تعودوا وتتكلمي معاه باعتباره زوج مش باعتباره منافس يعني تعودي معاه وتقولي له انا حبيبي بحب فيك ان انت بتتعب علينا وكل الستات بتحب الراجل اللي بيكفي بيته الله سبحانه وتعالى امر من حبك هو طبعا يقولي هو الحب بس بالصرف والنفقة لا الحب بماذا بالامان بتوفير الامان انت لما تعمل عمل تاني احنا هنكون في امان اكتر وانا ساعتها استطيع ان انا ابزل معك لكن احنا محتاجين نحس ان انت بتخاف علينا انا طبعا هقوله كمان حاجة مهمة قوي في حاجة رجالة ما بفهموش شوية فيما يتعلق بالنساء ولزيك اولا سيدنا سوفاني الثورة كان بيقول ايه وكتير من الصحابة كان بيقوله عليك بجهاد الابطال الكسب الحلال والسعي على العيال وحضرت النبي بيقول وده بندخله للناس الرجال اللي بيعيشوا وبيشتغلوا شغلانة واتنين حضرت النبي يقول من بات كلا من عمل يدي بات مخفورا له فلذلك انت بات مخفور ليك فلذلك اجتهد اجتهد وما تكونش ابدا في عندك اي نوع من انواع الكسل او التراخي لان ما فيش ست بتحب الشخص الاعتمادي ابدا لان الشخص الاعتمادي يحسسها بالخوف وبالرعب وبالتهديد خليك شخص تستطيع ان انت توفر لأهلك زي ما توفر لهم الاكل والشرب ووفر لهم الامان قال لي ما فيش الامان ما بيجيش غير بالفلوس لا امان مش مسألة الامان ما بيجيش غير بالفلوس والامان بييجي لما يحس اهل البيت ان انت دايما ما بتخليهمش معرضين لأي خطر ممكن ييجي عليهم وبتكون انت اول واحد تكون الحصن والامان لهذا البيت ولذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بيك فقال كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعن وهو مسؤول عن رعيتي بدأ بيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والمرأة رعية في بيت زوجيه وبيه مسؤولة عن رعيتي فانت حضرة النبي بدأ بيك فعليك ان انت تعرف ان انت المسؤول وعرف ان اول ما يسألك الله عنه ما استرعاك الله وخلي بالك ان اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول فتمسك بده واكتهد وخلي بالك انا بقولك سر الستاتة من السمعينة دولة الستة لما تنال الرجل بيبذل كل ما في وسعه وبيكتهد هي من نفسها بتوقف معاه وتحس ان هي هيكلها شرف ان هي توقف جنب البطل ده اللي هو بيبذل كل مجهوده وكل ما عنده عشان يحافظ على البيت ده يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن حديث من اعظم الاحاديث اللي بتساهم في اتزان الناس وهذا الحديث وقته دلوقتي المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف خلينا نكون مؤمن قوي مؤمن قوي بيعمل ايه بيحرص على ما ينفعه فنعمر وإن اللي حاصل ونستعين بالله ولا نعجز لان الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت المسألة وسعة وكبيرة وقوية نستعين بالله ولا نعجز ليه لأن الله سبحانه وتعالى كرمه واسع ويده ملأ سحاء الليلة والنهار فمدد واسع سبحانه وتعالى فمن خفش نكمل وكمان نستعين بالله ولا نعجز وما لما يحصل حاجة ما تكون شيء مناسبة ما نقول شيء لو كان كذا وكذا لا عن أولي الله معنا والله يسمعنا والله سبحانه وتعالى مددنا والله سندنا والله سبحانه وتعالى يقوينا ويعيننا على كل ما نزل علينا كيف لا نتمسك ونكون من أهل اليقين لنكون من أهل القوة قوة الإيمان وقوة النظر إلى الرب الكريم الرحمن اللهم إنا نستقوي بمددك فداوم علينا عطائك وفضلك واجعلنا من أهل مددك ومن أهل السبات واليقين في كل وقت وحين يا رب العالمين